هي متعددة الألوان ممكن تيجي بني ممكن تيجي بيضة ممكن تنتقل من الأحمر الخفيف كده للبني نلاقيها في الآخر أبيض لكن القضية بتاعت إيه شام هما ظهروا ليه هي أبيض هنا دي تيجي وكانت بلاش أو على فكرة دي برضو لما يروحوا الحربية والشرطة وهم بيقدموا خرق طبي غير لا معناها حاجات سطحية برضو ما بيقدروش يوافقوا عليهم ودي علاجها برضو سهل يعني علاجها سهل دلوقتي بقت أقراص هنقول اسم العلمي بتاعت زي الفلوكورار أو فلوكونازول الفلوكونازول الفلوكونازول ده ما شاء الله أتنين أرس كل أسبوعين أربع أسبوع أو أكتر شوائع لقيها العيان خف مشكلتها ترجع تاني ترجع تاني يعني الناس اللي عندها تانية متعددة الألوان أولا مش معديين خالص ما حادش خاف منهم يبقى واحد في البيت ما حادش يقعد يبعد عنه يبقى غير معدية على الإطلاق دي أكتر الأمراض الفطريات شيوعا هي دي لكن برضو السؤال اللي أنا سألته هي ليه رجعت كده بكفر؟ وهي أصلا بتيجي ليه؟ ما هي عدوة مش دي يعني كل الفطريات مش دي مش التانية الملونة كل الفطريات بدون استثناء هي دي تانية بيديس تانية بيديس يعني فطريات اللي بتيجي في القدمين دي معدية معدية دي بتيجي يا دكتور مثلا من واحد مثلا طول الوقت بره مثلا لابس الله ينور عليك الشراب الرجل ما بتتهواش خصوصا بين الصوابع وكانت الوضوء بيتهم حذرت قلت لازم تنشف ما بين الصوابع كويس طبعا حتى زي مرة أنا قلتلك إن شاء الله يستخدم سشوار وينشف كويس جدا إن شاء الله شكرا